كما ينضمه إلينا من رمالة محمد هواش المحلل السياسي سيد محمد بداية كيف لنا أن نفسر ذلك التصعيد الأمني ربما غير مسبوك باتجاه الضفة الغربي التصعيد الإسرائيلي سبقوا تصعيد سياسي ضد السلطة الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية مع الترتبات التي دفع بها في قطاع غزة إلى توجه إلى الضفة الغربية والتفرغ لإنجاز مشروع صفقة القرن في الضفة الغربية أي فرض حل إسرائيلي للقضية الفلسطينية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية التي تقف على يمين بين يمين نتنياهو تحقيقا لمصالح أمريكية في المنطقة وسيطرة على هذه المنطقة وفي هذا الجو السياسي المتطرف والذي لا يأخذ بعين اعتبار مصالح الفلسطينيين توجد انسدادات في العلاقات السياسية مع الإدارة الأمريكية وأيضا مع الحكومة الإسرائيلية ويوجد تحريض دائم من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي تنفذه مجموعات المستوطنين في الضفة الغربية وتنفذه أيضا وحدات من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أيضا هناك سبب إضافي لهذا التوتر ولهذا التوجه الجديد غير المسبوك خلال الأشهر الماضية بأن العمليات العسكرية التي نفذت خلال الشهر الماضي في منطقة رامالله خلال أسبوع عمليتين ذهب وقعت فيها قتل إسرائيليين من الجيش الإسرائيلي وأيضا العملية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي في مستوطنة بركان في منطقة صناعية هذه العمليات التي توقع قتل في صفوف الجيش الإسرائيلي وفي صفوف المستوطنين غير يعني معتاد عليها الجيش الإسرائيلي يعتقد بن يمين تنياهو بأنه يمكن بالمزيد من القبض الحديد على الشعب الفلسطيني أن يعني يوجه رسالة إلى الفلسطينيين بأن عليكم الاستسلام عليكم وقف كل الهجمات التعاون مع الجيش الإسرائيلي من أجل وقف كل الهجمات وكل ما يسميه بين قوسين التحريض الذي تقوم به أجهزة الإعلام الفلسطينية الرسمية ضد إسرائيل وضد المستوطنين هذا الجو المتطرف وأيضا إلى جانب ذلك حكومة إسرائيلية تواجه أزمة سياسية وتواجه احتمال فشلها وانهيار الاقتلاف الحكومي في أي لحظة يريد بن يمين نتنياهو أن يقول بأنه هو اليميني الأكثر في إسرائيل وبأنه هو الذي يقود هذا التوجه ضد الفلسطينيين وبأنه يريد أن يكسر فرصة في وجود إدارة مقاطعة سيد محمد طيب سيد محمد فيما هو قادم ألا يخشى نتنياهو من ردة الفعل من رامالله هذا الحصار الذي يفرد وهذه القرارات التي اتخذت عقب الاجتماع الأمني اليوم ثم تدعوات في داخل رامالله على مظاهرات غدا احتجاجا على هذه السياسات وكذلك رفضا للمستوطنين وأفعالهم وأيضا في المقابل علقت أو كتبت لافتات تدعو إلى اغتيال أبو مازن مثلا باللغة العبرية على حواج إسرائيلية في رامالله ألا يخشى نتنياهو من هبة رامالله بالتأكيد حسابات نتنياهو السياسية لا علاقة لها بالواقع لا صلة لها بالواقع هناك في إسرائيل المستوى الأمني في إسرائيل على مستوى قادة الأجهزة الأمنية يقولون بصورة شبه دائمة بأنه على الحكومة الإسرائيلية أن تفتح حوارا مع السلطة الفلسطينية ومع الفلسطينيين بصورة عامة وأيضا المعارضة السياسية تقول بأن غياب الأفق السياسي يولد التوتر في المنطقة ويولد ردود فعل فلسطينية وهذه ردود الفعل الفلسطينية طبيعية في ظل غياب عملية سياسية يكون عنوانها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين هذه الشعرات غابت تماما خلال الفترة الماضية وخلال الأزمات التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية وبالتالي غياب الأفق السياسي يولد التوتر ويولد العنف ويولد ردود الفعل المتبادلة ويولد أيضا إرادة فلسطينية جديدة بأن إسرائيل لا تريد السلام وبالتالي لماذا لا يقوم الفلسطينيون بمبادرات وأعمال من شأنها أن تجعل الحكومة الإسرائيلية في ضيق وأن تجعل أيام بن يمين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية معدودة هذه الأزمة ربما يريد أن يهرب من أزمة إلى أزمة أكثر خطرا على إسرائيل وبالتالي هو لا يحسب الحسابات السياسية السليمة المناسبة التي تفتح حوارا مع الفلسطينيين حول مستقبل العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس إنهاء الاحتلال وبالتالي أعتذر منك بشدة لذلك الوقت سيد محمد هواش سيد محمد هواش المحل السياسي كنت معنا من رمالله فشكرا لك